لكن في البداية بقول لصديقي العزيز الكابتن إسلام الشاطر ألف سلامة كابتن إسلام الشاطر يعني كان تعرض لوعكة صحية في النادي الأهل في الجزيرة وهو كان بيلعب كرة خماسية كان حس ببعض الألام فضلت الألام وسامرة معاه حوالي 30 ديئة بعد اللعب بعد كده ذهب لمستشفى المعلمين مستشفى المعلمين قريبة جدا من نادي الأهل في الجزيرة راح هناك عمل بعض الفحوصات بعض الأشعاعات تعرض في انسداد في شريان في القلب كابتن إسلام الشاطر على طول عمل أسطرة وركب دعمتين بارح كنت عنده أنا في زيارة في المستشفى كنت متواجد معاه ما شاء الله عدد كبير من الزملاء كانوا موجودين طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني اتطمن على صحة كابتن إسلام الشاطر عدد كبير كابتن أحمد شوبر كان متواجد بارح كابتن علامة يهوب كابتن وارياض عماد النحاس مش عايز أنسى لكن كان في عدد كبير جدا أستاذ محمود شوقي الصحفي الكبير أستاذ محمود صبري أستاذ زهاب الخطيب كان في عدد كبير جدا متواجد مع إسلام الشاطر بطمن حضراتكم لسه قافل معاه التليفون من شوية بتطمن عليه قال الحمد لله الأمور يعني ماشي بشكل كويس هو بصحة جيدة وخرج النهاردة كمان من المستشفى وهو متواجد دلوقتي في البيت بقوله إن شاء الله قريبا تنور بيتك قناة الناد الأهلي مرة أخرى وتكون متواجد في برنامجك البيت الكبير ويستمتع بيه كل جماهير الناد الأهلي خلال الفترة القادمة ونقول لك ألف سلامة يا بو الكابتن ده بالنسبة لكابتن إسلام الشاطر ترجمة نانسي قنقر